حرب واسمعت من بآذانه صمام لننظر وقبل ان اتحدث اليكم اود ان اشكر كفرد من الشعب العراقي المبتلى اشكر البرلمان على اقالة محافظ كاركوك خطوة شجاعة تأخرت بعض الشيء ولكنها كبيرة عظيمة يقينا لها تأثير في عقل مسعود وغير مسعود اسأل البرلمان الذي احبه واحترمه ويمثلني لاني جزء من هذا الشعب وجرم صغير اكتمل العالم في عينه وقلبه ان يحيل مسعود البرزاني بتهمة الخيانة العظمى وتحكم عليه المحكمة الاتحادية فان كانت من غير صلاحيات المحكمة الاتحادية يقينا مسعود يعيش في كوكب المريخ وان كانت المحكمة الاتحادية قادرة على حكمه واصدار هذا الحكم الى الانتربول وهو ليس سياسيا من يبيع العراق ليس مثلما يأخذ مالا هنا او هناك هذا الرجل يريد تقسيم العراق وقتل العراقيين ما بينهم واخذ الاشياء بغير محلها الى غير محلها فارجو من البرلمان وانا كعبد فقير مواطن صغير جرم حقير ان يحيل اوراقه يصوت لاحالة مسعود البرزاني بالتهمة الخيانة العظمى اما اقول لكم ايها العراقيين ما النملة الدخر ليوم عسرها وحاجتها والطير يدخر ليوم عسره وحاجته واشتداد البرد وعدم خروج السمك على سطح الماء